قال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانيان الهجوم بمسيرتين الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الاثنين كان عملية خاصة نفذتها كيف وأوضح المصدر ان الهجوم بمسيرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات رد قاسية بعد الهجمات بمسيرات التي نسبت إلى أوكرانيا واستهدفت الاثنين للعاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم وأقالت وزارة الخارجية الروسية نعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية لترهيب السكان المدنيين متهمة الغربيين بالوقوف خلف الأعمال الوقحة التي تقوم بها كيف وأضافت أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات رد قاسية وأكانت أوكرانيا وروسيا تبدلت لاتهامات بالمسؤولية عن قصف كنيسة تاريخية في مدينة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا وتقع كاتدرائية تجلي التي تضررت بشدة في وسط المدينة التاريخي وهي أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي كما استهدف هجوم روسي منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وأدى إلى تدمير مخزن حبوبة على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد الأثنين ترجمة نانسي قنقر